اندلعت اشتباكات عنيفة في وسط بوينوسايرس بين الشرطة والمتظاهرين ضد اتفاقية حول الديون والتي تم التوصل إليها مع صندوق النقد الدولي قبل أن يصادق عليها الكونغرس وهاجم المتظاهرون ومن بينهم عدد من الملثمين واجهت الكونغرس بالحجارة وزجاجات الملطوف مما دفع الشرطة إلى التدخل لتفريقهم وخلفت الاشتباكة بين الجانبين عدة جرحة بين المتظاهرين كما أبلغت الشرطة أنها ألقت القبض على عدد من المحتجين وقالت إن خمسة من ضباطها أصيبوا أيضا جراء إلقاء الحجار عليهم ولفتت الصحافة الأرجنتينية إلى أن التدهورات جاءت بدعوة من الحركات اليسارية المعارضة لاتفاق إعادة تمويل ديون الأرجنتين مع صندوق النقد الدولي وعلى الرغم من التوتر الشديد الذي ساد أمام الكونغرس وبانوراما ساحة القتال استمر النقاش داخل مجلس النواب قبل اعتماد نص توافقي يصادق على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وكانت الأغلبية والمعارضة قد توصلت إلى توافق للتصويت لصالح الاتفاقية والتي تنص على ضبط جدري للإنفاق العام وخفض العجز المالي وفي المقابل يقبل صندوق النقد الدولي إعادة تمويل الديون على مدى عشر سنوات مما يعطي نفسا جديدا للاقتصيد الأرجنتيني ويتجنب وقف مشاريع التنمية في البلاد ترجمة نانسي قنقر